انطلقت أشغال المجلس الوطني الموسع للحزب الاشتراكي اليوم السبت بالرباط وخصص هذا الملتقى للمناقشة والمصادقة على مشروع البرنامج المحلي والذي يتضمن الإعداد لعقد المؤتمر الوطني الثاني للحزب الاشتراكي على الحزب أن يشمر عن سواعده وأن يشتغل بشكل مكتف حتى يتمكن تنظيميا إشعائيا إعلاميا تنظيميا على المستوى المحلي والجهوي وعلى المستوى القطاعات وعلى المستوى الشباب والنساء أن يعمل على التنظيم والإشعاء في أقرب وقت ممكن حتى يكون حاضرا في المحطات المقبلة كما شكل هذا الملتقى مناسبة لتدارس أفاق مستقبل الحزب الاشتراكي وذلك عبر تحديد خطة عمل لسنة 2013 من أجل تحسين وضعيات الحزب وتطوير آلياته وصولا إلى المؤتمر الوطني الثاني القادم